تفاصيل صرف منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية دفعة واحدة ومبلغ محترم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع الوطن وتحديدا يوم الخميس الموافق 36-2021 التفاصيل أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المعاش حق أصيل لصاحبه وإنه استوفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في تقضيه وذلك بداية من أول الشهر الذي حدست فيه الوفاء كما أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط صرف معاش المتوفي كما أضافت الهيئة على موقعها الرسمي إنه في حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي قيمة المعاش المستحقة عن مدة 12 شهر مع مراعاة الآتي 1. لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة 2. تحتسب المنحة على المعاش المستحقة عن شهر الزواج 3. تسقط منحة الزواج أو تقطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات أو ستين شهر من تاريخ الاستحقاق كما اشترطت الهيئة تسليم صورة وصيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفية إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستحقة على أن تكون سارية المفاول كما أشارت هيئة التأمنات الاجتماعية إلا أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقة الجنازة بواقع معاش ثلاث شهور أي تسعين يوم تصرف للأرملة أو للأرمل وفي حال وجود أكتر من أرملة توزع بينهم بالتساوي فإز لم يوجد صرفة لأرشد الأولاد فإز لم يوجد صرفة إلى أي شخص يزبط قيامه بصرف نفقات الجنازة كما نفت الهيئة إلى صرف هذا النفقات خلال ثلاثة أيام على أكثر من تاريخ تقديم الطلب أما عن منحة القطع أكدت التأمنات الاجتماعية أنه في حالة قطع معاش الأبن أو الأخ لغير الوفاء أو الحصول على معاش آخر زو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحقة عن مدة السنة كما أوضحت أن منحة القطع لا تستحق إلا لمرة واحدة ولا لا تسرف المنحة بالنسبة لحالة انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بالطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ الاستحقاق إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك